اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت اليوم يسرني ان اصطديف خلال النائب السابق استاذ امير رحمي اهلا وسهلا الله معك استاذ فادي استاذ امير سؤال اليوم مطروح هل نحن على ابواب حرب ام نحن دخلنا فعلا في الحرب في ضوء ما يجري في الجنوب ليك انا قايل اكتر من مرة انه اللي بيجاوب منا نحن السياسيين اللي ما بنعرف اتحاق علي ممكن تظبط معه وممكن لا لانه ليه اللي بيعرف ومعه حقوي اموهاب ايدي كل مرة وقت الال فيه اربعة بيعرفوا ما فيش خامس معوها بس اللي بقلك ايه كانسان عم بيتابع بقلك انه نحن على ابواب موصدة لم تفتح بعد للحرب على ابواب موصدة مغلقة للحرب يعني سمتها من يريد ان يفتحها من اه اوكي من يريد ان يفتحها ان يفتحها اوكي والمفارقة انه انه اللي عم بيجره بيخربة بقواعد الاشتباك عنا هو الاسرائيلي بدقة صحفية يعني عم يطلع خارج قواعد الاشتباك وعم بتضل الامور تحت السيطرة لمصلحة لبنان ووضع لبنان لانه التوقيت بموضوع لبنان هو توقيت صعب عادة الدول اللي بتروع حروب بتكون مرتاحة اقتصاديا مرتاحة صحيا مرتاحة اجتماعيا مرتاحة بمؤسساتها منتظم مؤسساتها مؤسساتها قائمة مش بحاجة لنمدد هون مش بحاجة اذا خلص هون ما فينا نمدد له كذا بيكون هذا الوطنات بما انه هالمصاعب اللبنانية كلها ان من الادارة عسكرية كانت ام مدنية ان الوضع الاقتصادي هي برأيي انا بصلب تفكير الشخصيات السياسية كلها هلا شو بعدك بالشخصية السياسية كلها يعني اليوم الارار عند حزب الله حضرتك قلت التوقيت بموضوع لبنان صعب هناك مصاعب لبنانية على كافة المستويات السؤال حزب الله مش انت قلت فيه اربع بس بيعرفوا حزب الله حاطت هذه المصاعب امامه ويتصرف على هذا الاساس مية بالمية مشان هيك علقت وانا ما بعلق على اكبر مني انا ما بحياتي بعلق على حدا اكبر انا ووليد جنبلاط وقت الزارو جبران بسيل خلص بخطابه قال منشوفه للسيد ومننصح بقم انا بقول ما هي ننصح باللغة العربية انه متل كأنه حدا عم يعمل غير اللي بدهم يعملوه وعم ننصحه بالله انا قلت قلت له بنتشاور لانه اللغة العربية اماره هو بيقصد التشاور وليد باك تشاور حكي عن تشاور حكي عن لقاءات صحيح وعم يجريها ومع وفيق ومع كذلك بس بس لاتبني حساس عليها لانه انا متأكد متأكد وبعرف يعني كلمة ننصح بتأذي حزب الله مش قصة بتأذي تستفزوا لا كلمة ننصح او ما بدهمين ينصح انا اليوم كنت عند صاحبي محمد راعد وفهمينها مش مزعجين منها بالعكس ومرتحين لموقف وليد جنبلاط بس باللغة العربية اذا بقول رايح انصح فادي انا يعني انت عم تعمل شي غير المألوف وانا رايح انصحك بالمألوف التعبير كان هو انه تشاور تشاور وهيك قاصد وليد جنبلاط لانه ما حدا ما حدا اصر على الوحدة الوطنية والتفاهم قد وليد جنبلاط يعني قبل قبل جولة جبران بسيل المشكور عليها ويلي هي تصرف رجل دولة شو بدي بيحكي الناس كان وليد جنبلاط مش عم يترك مناسبة الا ما يحكي بهذا الموضوع بالذات وهذا بيخلينا نقدره كتير ونحترمه كتير لانه دايما وليد جنبلاط بالازمات الصعبة بيعرف شو معنات الوحدة لردق لدرق الصعاب طيب كنت اليوم عند النائب محمد رعد شو الجو قلتلك ايه لا قلتلك ايه هيك بالمطلق تزلت عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة رئيس كتلة حزب الله الى اي مدى اليوم حزب الله قلتلك ايه بس الى اي مدى حزب الله اليوم بانتظار ساعة ما قرار ما ان يفتح المعركة ضد اسرائيل لا مش لا مثل قصة النصح يفتح طيب ان يرد دفاعا على معركة فتحها اسرائيل فتحتها اسرائيل يعني الاسرائيل عم بيقول خلينا نحكي الامور مثل الاسرائيل عم بيقول انه حزب الله يقود المعركة يعني سيفتح ابواب جهنم بهيدا المعنى نتنياه وانه حزب الله عم بفوتنا بحرب يعني عم نحكي كلام اسرائيلي تنعمل تنعمل دي با سياسي اوكي بهيد النقطة لان حضرتك عم تقول ننص يعني في كلمة ننصح وكأنه حزب الله يقوم بشكل بشيء غير مألوف بالقراءة انه لماذا اليوم حزب الله عاد الى معركة معارك ولو مضبوطة مع الاسرائيلي علما انه الاسرائيلي يمارس اشمع العمليات ضد غزة لكن اليوم في ناس بتعتبر انه هل العمل الذي يقوم به حزب الله مألوف ام غير مألوف بيتخطابه شي تاني هل هذا العمل سيجر لبنان الى معارك على غرار الالفين وستة وغيرا عم بدك جاء اطبعه لك انا بقول لا لا وانا بقول محترم او لا انه ما بجر محترم طواعد الاشتباك لك شو هداء وقداء بشع هيك الاسرائيليين بعد ضربة حماس الون برأيه فقدوا كل اعصابه وتفاجأوا مفاجأة غير طبيعية لدولة كنا نقول عنها انه منتظمي جدا ومبكلة يعني براغيا مبكلة تفاجأت مفاجأة كبيرة لدرجة انه التوتر لا يزال باديا حتى اليوم على اداءهم وعازت هيكتها صارت مثل تايوان عازت دول العالم كلها يجوا برجاتهم ليحموها عشو لاش مش هي لوحدة قدرت مثلا تقول اني انا بدي واجه انه ليش ليش دول الهيومن رايتس دول الحقوق الانسان ليش هالقد منحزين لمطرح ومش ومش وقفين امام الظلامي اللي ليحقي المطرح الاسه يلي انا كمحامي فادي بقلك يا بغض النظر اعتبرني ما بحب حدا انا قاضي نوتر وما لا بالي بمعما انه انا من نشأتي السياسية ببيتي من ايام المرحوم خالي انا انطي اسرائيلية وبيعتبروا انه الحركة السهيونية كانت طمعاني بكل جنوب لبنان كانت بدي تاخدهم بفيرساي طلبت هيك لو ما المطران عبدالله الخوري الماروني اللي وقف ووقفوا معه مسؤولي جبل عامل ومسؤولي صيدة بدوا للأول وبدوا الجولان وبدوا شرق الاردن يعني اطمع اسرائيل معروفة معروفة من زمان واسرائيل لا تنفذ قرارات الامم المتحدة ابدا انطلاقا من هون انا بدي يقولك بدي ينسى كلها بدي يقول في اتنين كلفوني انا احكم بيناتهم في حماز يعني الفلسطيني بغض النظر عن الاسمه عمل شي عمل شي مبارح اسمه طفان الاقصى طيب انا كانطلاقا من الانون الانون اللي يدعون الغرب يدعي انه هني بالفعل ملوك الانون انا هلا بدي ازا بدي يعلم ولد من ولدي ببعثوا اميركا ببعثوا افرانسا نعم بالانون هل تعرف ان عملية حماس هي دفاع مشروع عن النفس بوج الجيش واي اخطاء بوج المدنية الون اسباب تخفيفية عليها حذر لاي لانه واقعين تحت ارهاب وظلم نبلش من النكبة طيب هل تعرف هالعمليات اللي عم تعملها هلأ اسرائيل هي ما بيطلع لها ولا حق بالدفاع بيطلع كله هو بيطلع زور شو بيطلع باللغة الانونية تمادن في الارهاب وفي الظلم ما بدي اتنين يختلفوا عليها عظيم لماذا الدولة الدولة اللي اخترعت الانون اذا بتروعها داخل اميركا ما بتلاقي قاضي بيحيد يمين وشمال من اهم قضاة العالم لناسهم بس نطلع برات اميركا لماذا هذا الانحياز يا رجل طيب انا مصدوم من هذا الانحياز وزعجني طيب نحن عم نحكي عن الصراع الحرب بين غزة بين حركة حماس واسرائيل لماذا اليوم تدخل حزب الله علما انه الصراع بين الفلسطينيين في غزة واسرائيل في ناس غالبية الشعب اللبناني تسأل لماذا حزب الله تدخل في هذه الارت جواب لان اسرائيل قالت حماس ما بتقدر تعمل هالشي ولا بتعرف الا اذا كان حزب الله حاطت ايده بالقصة مع ما انه ثبت انه ما كان عارف حتى هو انطلاعا من هون ولانه كان عنده كان المنظمات زيرو وبس يجوا المنظمات الفلسطينية هايدي المقاوة ميجيه طبع المقاوة ما لهون بيستقبلون طيب هني اصروا هاك لاش مين فاتح الجنوب مش حزب الله نعم هلأ المناوشات بالجنوب اللبناني وشمال اسرائيل مين الفتحها مين المبلش فيها يعني اللي اسرائيل اه فك اسرائيل لاش مين اللي عمدا قتل صحفي موجودين ب بس كانتبلشت المعارك كان في معارك بلشت معارك بين مين ومين بين اسرائيل وحزب الله وبين اسرائيل وكثائب القصام عظيم كيف بتبلش المعارك بيقصف متبادل لك انا بقى تكدلك وبيهمني وانت فادي انت لماع انا برأيي اتبعها مع اللي مع جويس مع اللي راحه من عندكن ومن عند غيركن اللي بلش انا هيدا اللي انفاجئني اللي بقلش انه اللي بلش عنا هو الاسرائيلي والاسرائيلي حتى عنده متوتر انا ما بفهم عسكريا بس يعني يعني تعتبر اداءه توترين عظيم تعتبر السيد امين انه اسرائيل هو الذي فتح المعاركة على لبنان مش على لبنان عالمي اه ضمن حدود طيب ضمن حدود هذه اللبنان حدود لبنانية قواعد الاشتباك مخروقة من اسرائيل مع الصحفيين ومع بعض المدنيين كفرشوبة ومش مخروقة من حزب الله وهون السؤال وقت اللي عم بيقولوله شو يعني مش مخروقة من حزب الله حزب الله في قواعد اشتباك انه حزب الله لم يخرق قواعد الاشتباك ابدا اوكي ابدا وفي وفي زعل منه من جمهوره للسيد نواينك يا سيد وليش وكذا لانه جد جد التوقيت طبع لالفين وستة يختلف جذرا الوضع العام الوضع الدولي الوضع يعني حزب الله هو الذي انجره الى هذه المعارك مش قصة انجره ما نعرف لا يحافز لا يحافز على كيانه مفروض مفروض على قليلة يصال لسقف كواعد الاشتباك علما انه في دعوات علما انه كان في دعوات من اسرائيل ومن الولايات المتحدة انه يدعون ايران وحزب الله ان لا يتدخل في هذا اكيد بدون يدعون عظيم عظيم من هون انا عم بطرح السؤال ماذا هناك دعوات انه انتو ما تدخلوا بالحرب نحنا حربنا اليوم بين غزة واسرائيل حي الامريكاني قعد رئيس جمهورية الدولة العظمة قعد وطلع بنيتنياهو وقال له it's not you the other عن مين انا حكيت مع المطران عطالة حن العظيم لك 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 سابت سابت ثبوت سطوع الشمس قصة المعمدانة اوكي اه وقال له it's not you لا اكيد بديو يقول اللي بديو يقول البروباقاندا الاعلامية الغربية ما عم نحكي هيك عم نحكي عظيم بس نحن عم نحكي عم نحكي لبنانيا يعني انت في حرخ خيفين على ولادك وعلى احفادك وكل الناس اكيد واليوم البلد بعد ما طلع من من النكبة المالية والاقتصادية وحضرتك عم تقول في مصاعب لبنانية اليوم بهذا التوقيت بالالفين وثلاثة وعشرين يراها حزب الله ويعتبر انها ما بتشجع انه يفوت بحرب وانخذها في الحسبان عظيم وانها في سلم اولوياته ما هو ما هو باله بال طيب اذا ردينا على السيد واموهاب وقال في اربعة يدركون انه هناك في حرب خامنة ايه الرئيس المرشد الاعلى للجمهور اليوم في تفاوض يقال اكيد امريكي وفي رسائل امريكية ايرانية واكيد في شروط كي لا يتدخل الايراني في هذه المعركة علما انه في يمكن صاروش اتناشر عملية بمنطقة الشرق الاوسط ضد القوات الامريكية ما بدنا نعدهم على عين الاسد وعلى التناف وعلى اليو اس اس كورني وغيرها من المطارع في حال قررت ايران بان التفاوض مع الولايات المتحدة لم يناسبها شو بنعمل سؤال يثرح منفوت بالحرب رغم المصاعب التي نمر بها ام لا خلو نقرأ حضرتك محامي وبتقرأ الامور بالمشهد الواسع انا بحس انه وليد جمبلة امتناتو اوسع بكتير مني وبيعرف اكتر مني ومفاوج بهايك الامور قال يلي يلي تبين انه حريص كتير على اللي عم تحكي انا بيك نعم مش هيك تبين على شو قال بالاخر قالوا بالاخر اذا انفرضت الحرب كل الحادث له حديث لا حوله ولا قوة شو فينا نقول شو بيعود فيني نقول عم تسألني سؤال هو فوق طاقتي لا استطيع ان اجاوب عليه عظيم يعني عندما تفرض الحرب او احد الطرفين الكبار ان كان الولايات المتحدة او ايران قرر الدخول في الحرب فنحن انغمسنا حكما في رمال الحرب او الدماء الحرب ممكن ممكن يعني القرار ليس لدينا بس انا احساس عم بأن نعم هالجمعتين التلاتة اللي مرأوا ما بياخدوا على حرب كبيرة ولحتعل كتير ويمكن هاي قصة صعبة نحن لحنعيش عم تطويل وازمة اللبنانة هي في حرب ولا ما في حرب ولحنكون بازمة ومقزومين اشهر وبخاف قللك سنة طويلي القصة هيدا هيدا اللي بيقدر جاوب علي انا ويمكن اغلط بس بلاقي انه نحن رايحين عحالة ضاعة ضاعة مش ادرة مش ادرة تعطيك لا كاعلامة ولا تعطيني كسياسة او قانونة معادلة اقدر ابني عليها لحتكون طويلة وهيذي كتير مزعجة للدول وخصوصي للبنان الواقع تحت ميت تحت ميت قصة وقصة طيب ايران تقول وحزب الله ايضا عندما يبدأ الاجتياح على غزانيا نحن حكمة سندخل في الحرب بشكل مباشر بعد هذا الشعار وارد في حال دخلت اسرائيل غزان هني بالسياسة ايران وحزب الله سياسيا ما بيقبلوا يشوفوا يعني هني طب حطوا سعف هني مش معتبرين هلأ بلبنان فيه رأيين فيه رأيين فيه رأي بيقول خيشو قلنا خصة بفلسطين نعم فيه رأي تاني بيقول كل الخصة كل العرب مسلمين ومسيحيين ويهود قلوا نخصة باسرائيل يعني بفلسطين المحتلة فيه رأيين كبار انه انه فلسطين بتخصنا كنيسة الايامة بتخص المسيحة الاقصى بيخص المسلم المدروين بيخص اليهود مش عم بيحكي عن الحركة السهيونية انطلاعا من هون هالرأيين مختلفين صح الرأي الكبير والقوي هو الرأي اللي بيقول بالسياسة نحنا ما منقبل ما منقبل إبادة أي فريق فلسطيني ولا أي منطقة فلسطينية منكون عم نتعرض نحضة كبار هون بلبنان في عالم بيقولوا يا خي يا خي نحنا شو قلنا خصة خلصنا دفعنا فاتورة كبيرة فاتورة كتير كبيرة معما أنه مال العالم نصرف على هالفاتورة للإسرائيلية قليل شو مصروف مال لتكون إسرائيل قوية وإذا طلعت هلأ انفاجئتهم البعض بره عم يحكم أمين رحمي من أي رأي شو قلنا خصة أنا من الرأي من الرأي قلت هاي دي كل مرة أنا الأوان لكي نذهب إلى المساحة الحيوية بتفيدنا يعني للشرق العربي نحنا ما بقى فينا نضل نقول نحنا أبناء مرأة عنزة يا غاية مش زابطة ما زابطت كنت ابنة أنا أنا كنت ابنة شو يعني أنه نظرية مرأة عنزة لا النظرية أنه ما في شي خارج جبل لبنان والباقي كله ما بيعني لنا هذا كارثة الكوارث وهذا واحد عم يسجن حاله بإيده طب كل العرب اليوم معتمدين مبدأ الحياد ينتقدون إسرائيل يعني خاصة الموقف الإماراتي كان موقف متقدم يعني اعتبرت يلي قامت فيه حركة حماس ما بينعمل عمل إرهابي علما أنه الضرب الإسرائيلي الرد الإسرائيلي كمان ما بينعمل فيه بالانس نحنا مش مرأة عنزة نحنا على الانفتاح العربي موقفنا وين نحنا الوحيدين يلي فتحنا معركة ضد إسرائيل في سبيل القضية الفلسطينية بس أنا بدي إيلتك ودائما حضرتك إيلت دائما لبنان يفتح هذه الفاتورة بدل ما كان عندنا شو اسمه رفح لاند صار عندنا حماس لاند من بعد أول صوريخ أطلقت من لبنان بعد غزة كانوا جماعة فلسطينية عظيم جدا عظيم جدا هذا كفر لأله لاش خلقنا هون مش ترتيب وضعنا لأنه خلقنا هون نحن مقضينا ولو يا ربنا ضروري بها الكرفور تخلقنا نحن لأنه بها الكرفور مثلا مثلا أنا فتح لاند مثلا أنا أنا فهمت أنه فتح لاند مثلا أنا بتعرف معايا سياسي صرت هيدا أرض الله كيف عم نقول أنه حظنا أنه يخلقنا نيالنا أنه خلقنا بلبنان فإذا نيال نحن خلقنا قبل كلهم شو باك يا أستاذ أمي؟ أرض الله بفلسطين طيب با نحن هون في لبنان لبنان موجود بالطورات طيب عظيم يقبرني ربا أوكي شو فإذا لازم نحن أرض الله بفلسطين وبلبنان ليش بدنا نتركه بفلسطين ليش أنا يعني بدك تقول لا بدي أسعلك سؤال يعني بطل عنا شي اسمه لبنان أولا وأول يعني شو بدنا يصير برا نحن خلونا نحصن ساحات هيدا مثل الجار مثل ببناية أنا ببناية وبمنبلية عندي جار عم يحترق بيته وبقول شو لي خصه أنا وإز شرارة النار مش ممكن تقاف عند بابه بدأ تفوت ع بابه ما بيسوى الشيء يعني وين بيصير في حرب بالشرق الأوسط لازم ينفوت فيها لا مش بالشرق الأوسط مثل ما فتنا بسوريا لا مش بالشرق مثل ما فتنا بالعراق لو ما فتنا بسوريا كان عندك ولاية تكفيرية حاكمي لبنان هلأ ومش إعدانه وياك هون لو ما راح على قصير حزب الله نحن عندنا ولاية تكفيرية وأنا كنايب بعلبك لا أناقش في هذا الموضوع لإني شفته بعيني كان وتد الولاية يعني أنت ضد مبدأ الحياد مش قصة ضد مبدأ أنا مع الحياد بكتير إشياء بشو مع الحياد مثلا إنه بسوريا كان في ثورة وصارت حرب أهلية وفاتوا إسلاميين وكذا نحن لماذا دخلنا في هذه الحرب لأنه فات عالم مش وقفين على الحدود السورية لو بقيوا المعارضين منقول اللي بيعني السيزة هلأ أنت ابن بقى ومتابع أكتر منه وشفت بال طيب ما شفتون إنه كيف مضاهب بس إجا الجيش حتى يقضي عليهم إجت بالبصات والمكيفة وردون أنا ما بيقبل منك خي اللي بيحبون بعتولون مكيف شو حصل نصر الله جابلون ليش منع الجيش اللبناني لأنه بدنا العشر جتت لا مش منع لا أنا حيكي مع أنا حيكي مع ضباط الجيش المويرني كلهم كيف يعني منع كنا لليوم أنا وياك عم نسأل المقاومة كلها وين العشر جتت اللي للجيش كيف يعني لك شو هالحكي وفي لا ليش نزل له ثلاث تلاف شهيد بإدلب ضدها وزيتهم طبع البولمن ليش بدو يموت طيب نزل له ثلاث تلاف شهيد ليش يعني ليش لحقهم السيز أميل يعني اليوم يعني اليوم حزب الله هو الذي يحمي لبنان إن كان بالشر أو إن كان بالجنوب والجيش اللبناني بس خلي شو عم تقلي هني معترفين بالمعادلة شو عم تحاول تقلي الشيش والشعب والمقاومة أنت بحاجة لها الاستثناء بزمن معين وصار أنا الأوين إنه كنا مقررين إنه أنا الأوين نروع على على ما هو رسمي الاستثناء أن يكون إلى جانب الجيش حدا لو ما هذا الاستثناء كنت أنت بالألفين أفيش تحرير جنوب لو ما ها الاستثناء كانت الولاية التكفيرية ركبت من المصنع لطرابلوس طب هذا الاستثناء بشو اللي يفوتنا بالألفين وستة بحرم إسرائيل عم نسأل سؤال لا سبت من فينوغراد الإسرائيلي إنه كان الإسرائيلي بالتفاهم مع كوندوليزا رايس بعد شهرين بده يعمل هجوم فتاك أولمرت كان بدي يعمل هجوم فتاك أولمرت فينوغراد كتبها را را تحقيق هاو دي عظم يعني نحن فتنا على الألفين وستة حرب استباقية ما هيك ما هيك ما قال قال السيد إنه لو كنتوا أعلم اليوم الإيراني كمان عم بيقول قد ندخل في حرب استباقية يعني اليوم كمان نحن على أبواب حرب استباقية ما بعتقد كي لا يعني بس تخلص من غزة تفوت علينا أنا برأيي أنا برأيي مختلفي مختلفي الأمور وأنا برأيي أفش خليني أخذلك أنا برأيي لو من عشرة أيام صار الهجوم البري كان فيه هجوم أنا برأيي الرأي الأمريكي والخبراء الأمريكيين اللي عم بيزيدوا بفلسطين مش من رأيهم ينعمل الهجوم البري لح تروح ع أمور أخرى ويبلش المفاوضات والتبادل لح تروح أكتر هاي بس كمان ممكن أغلق طيب خليني أتوقف لو سمحت مع برايك قصير برايك قصير وأنا أعود لمتابعة بيروت اليوم أهلا بكم مشاهدين في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم ضيفي النائب السابق أميل الرحمي طيب حكينا شوي سياسة رئيس ناجب مئات يعترف أنه القرار ليس بيده ليس بيد الحكومة ليس بيد أحد في الدولة حتى كافة النواب ما حدا بيعطي رأيه أربعين يعني بيريح سمانة سمير جعل عم بيقول أنجأ لماينا أربعين حدا بردون عالتعبير جمعنا أربعين حدا تيقول أنه لعدم انغماس لبنان أو جر لبنان إلى حد وكأن المسؤولين عملتنا خطة الطوارئ ما بنعرف شو هي قصة مثلنا إياها ألوان هذه الحكومة ومن وين مين بدي يمول ما في شي وين السلطة التنفيذية أتحدى أتحدى مين أقوى المعارضين يكونوا بالسلطة ويقدروا يعملوا قد اللي عم يعملوا نجيب مئات شو عم يعمل؟ اللي عم يعمل اللي عم يعملوا يلي هو ماشي ماشي عم بيأمن عم بيأمن لقاءات لبنانية خارجية ليحكيلو كلمتها وأنا أتحدى نفسي إذا قعد بالسرايا أقدر أعمل مثله يحط حاله المعارض بهاي الأزمة يحط حاله محلل بالسلطة وساعتها يحكي هاي اللي هاي اللي لاش بي ما بردون شوية خلينا هلا في ناس عم تسمعنا ولازم نعمل شوية هادي سلطة تنفيذية نعم أوكي ونحن بيظارف صعود نعم من 2018 حتى اليوم ما عم نسمع أنه تقعوا حطوا حالكم مطرحنا وهذا قدرين نعمله والناس تحت الأرض وين المنطق بهذا ما في المنطق أوكي لا لا ما في منطق عظيم ما في منطق ما في دولة لا أعمل منطق عظيم النورم مفقود فادي النورم الانتزام العام نحن بدولة متحللة ما في منطق في عندك شغلتين أو بتقول بلاها وهذا شر عظيم جدا أو بتقول يا خي أهوان خلينا نمشي بأهوان الشرور أهوان الشرور أنه يكون في وزير خارجية بيروح بيحكي له كلمتين نسمعوا أو ما نسمعوا في رئيس حكومة تصريف أعمال بيصرف له عمل أو اتنين لأنه في بعض التصريفات بتفيد الإدارة وبتفيد وبتفيد حياة الناس اليومية وغير هايك بتكون عم تطلب المستحيل بتكون قاعد بغابة ولابس سموكي له الغابة بده جزمة وبده جينز مخزة نحن وضعنا هايك هلأ بزمن فؤاد شاب ايه بينقال شو عم تعمل السلطة طب يا أستاذ عميل نعم حضرتك قلت مقاربة أنه ايه ما فيه سلطة الدولة محللة متحللة متحللة ما فيه شي نعم هذه الدولة ما كانت هايك من أوصل الدولة إلى هون الشعب والناس الشعب بصوته دايما لذات الناس والمسؤولين ماشي حاله مليونرية بهالمجلس ما بديش احكي قول حيكي بالالفين وسبعة عشر عندي آخر كلام إلي بالأوراق الواردة ياريت تطلبه من الأمين العام خليه يبعث لك وقت اللي حكيت طلبة دولة الرئيس بر قلت له يا دولة الرئيس صار لك من اتنين وتسعين عم تتعذب لتعمل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية تبعا لمنطوق الطائف أنا بتمنى ينعمل هيئة وطنية لاستعادة هيبة وقيمة المنصب الرسمي وقت اللي وقت اللي الوزير والنايب بيصير المواطن مش مش معبره مش موجود هيبة الدولة سقطت سقطت وقت اللي كان رئيس مغفر رئيس مغفر بيضايعها مثل دير الأحمر يجمدها وهني من أرجل الناس بصغرتها كان في رئيس مغفر بس يبعط وراء أشرس شاب صغرته ويجي هلا إذا بيطلع إذا بيطلع كتيبي من الجيش وكتيبي من المعلومات وكتيبي من أمن الدولة أبيدروش أبيدروش يعايته لو واحد نحن بحالة من أوص كيف وصلنا لهون نتيجة 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 لك أكيد لك أكيد بدي أحكي شي ضد لك أكيد لك أكيد هايدي الانتخابات الأخيرة رقبناها انت عارف ثلاثة رباع اللبنانيين ما راحوا على الصندوق مش اخدين معهم الميتين دولار لك أكيد فمين دفع مين دفع الميتين دولار أنا ملاحق الأيام الأديمي وقتل كان المواطن تعلقوا بزعيمه المناضل يدفع من جايبته هلا شي بيخوف خلينا نحكي بياها متل ما هي بس كمان شيل الشعب عجنب شيل الشعب خليني يحطوا عجنب السياسيين يلي يلي ينتهون متل زيادة الرحبانة متل فيلم أمريكي طويل أحلى جيد إنه الزعمة أحلى جيد يعني مناح والشعب لا 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 الزعمة مش مناح الزعمة مش مناح ما أنا عم بلت ما أنه نمناح لأنه استغلوا استغلوا هذا الشعب يلي بيقدروا ياخدوه مطرح مبادن يعني يعني انفقد الوعي عند الشعب الشعب بيسوت ما بينتخب شو يعني بيسوت ما الفرق بين التصويت والانتخاب التصويت يعني يلي بيلحق زلمته كرميل خدمة أو كرميل ليرتين ما بينتخب الزلمي اللي بينزل يعمل إقوانين تعرف هلأ المشرعين الجديين كلهم سقطين بالانتخابات وأنا بعرفهم كنت معهم إذا بعددلك 6-7 مشرعين معرف معرف جديين من أرقى مشرعين في لبنان ما قدروا عملوا نواب ما بيقدروا لأنه المشرع أدمنوا معطنق القانون ما بيعرف يشتري صوت أو بيعرف جزاء هلأ المشرع مش موجود طيب أستاذ إيميل هلأ صير وين فتح نعم طيب هودي الزعمة لقاعدين مجلسا وهلأ عم تحكي عن رئيسنا بيحبري يصلوا من مجلس بـ 92 طيب زعمة طيب هالزعيم بيصلوا من 92 أو بالألفين أو ألفين وخمسة أو 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 وصولنا هون طيب يعني ما شبع ما عرف إنه في بلد لازم ينبنى في مؤسسات لازم لازم تنبنى يعني ليش أنا عم بروح بنتخبك أو صوت لك لأن في عندي خدمة لأن بدي فوتك بالعسكر وبدو فوتك بالجيش وبدو فوتك بيزارة المال بدو فوتك بيزارة الإعلام يعني عم بغرك عم بتفعلك عم طيب طيب جواب فادي عظيم جواب هقلك لاشي أنت بتعرف نحنا بأي نظام أداش عنا بتعرف أداش أستاذ إيميل عنا موظفين بالقطاع العام يعني فوق 300 ألف تهيين عليك ونحنا بحاجة لستين عظيم طيب هاو دي وين وسلسلة الرتب والرواتب مش رشوة هاي دي يا أستاذ إيميل طيب مزبوط شو الجو تعرف مين اللي تعرف مين النبه أكتر شي من سلسلة رتب والرواتب وما سمعنا له السنيورة السنيورة بس الخصومة بتعميك مرات أنا وصلت لوقت قلت له لدولة الرئيس السنيورة قلت له دولة الرئيس بس تحكي بدي أطلع من المجلس قال لي ليش يا أيميل يا أبي أنا صحابة نوية قلت له لأنك عم تقنعني وما بدي أقتنع منك شو رأيك بهال هالأدكت بالحدية ايه لا يعني هو ضحك ضحك استهدمة بس خليني جاوبك بسؤال وجاوبني لأنه أنت شخص مرموك نحن شو نظامنا حسب رأيك نحن نعيش في أي نظام مفروض برلماني مفروض حلوي الجملة كلمة المفروض نحن نعيش في نظام قراره المركزي مشتت والرقابة فيه معدومة مشين هيك مشين هيك ليش ترسم لحدود فادي لأنه ما تشتت القرار المركزي ووقعوا ثلاثتهم ليش فيه أمور تانية مفيدة كتير ما حدا كان يوقع لحدا ونحن قرارنا سداسة وقال له يعني هلأ وليد بايك جنبلاط هو رئيس شي رسميا هو زعيم بس مش رئيس طب إذا قرر يسحب الوزيرين تابعه من أي موضوع بيقاف الموضوع ولا ما بيقاف نحن مجلس أمن طايفي وحدة تعمل فيتو تقاف القرارات وسيقى بيت من ما بعض الطائف ولعت الفيتويات ع بعضنا مشين هيك وصلنا لهون أما أوقع تفكر في زعيم أو مسؤول ما بيحب ينجز أوقع تفكر حتى لو كان فاسدا بيحب ينجز بينجز وبيكون عم بيرتب حاله بس كتير بيهموا الإنجاز أنا أعمل الشغلة الفلانية أنا رتبت الشغلة الفلانية ولا ممكن يكون فيه الشيطان بيحب ينجز والملاك بيحب ينجز ليش لم يتم الإنجاز ناطرين بعضنا ناطرين بعضنا كيف كيف مقررة روسية مثلا تقول له لا أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا الصين مثلا لا وقدرة تقول لا وما بيصدر عن مجلس الأمن قرار ها بيقعد حدا بالمجلس الوزراء من أي طائفي من الطوائف الستي الكبرى بيقول لا بتقاف نحن بنظام يجب يجب وضع حد له كيف لوين بنروح لوين بنروح بأي نظام يعني كأنك عم تنتقد الطائفية السياسية أو هي المحاصصة السياسية والمحاصصة طيب والزبائنية زبائنية بتخوف يا رجل لك حتى المواطن بيقول لك أستاذ طب أستاذ عجلي بهالورقة ولو عملت طريق عسكري وهو دي هو هو بسور يعلمك كيف ترشي لك يا عمي خليني يجيبها عرواء خليني يجيب لك باسبور عرواء الباسبور انت وينساكن بتسلم بينزل وبيجي لك لا ما في منهم عم بيجيبوه بطريق عسكري في منهم عم بيجيبوه لك في طريق عسكري أوكي بس كمان المواطن بدوا طريق عسكري بيحب يغي غريب اللبناني بيحب وبيخبر أنا جبتوا ودفع لك ما في أنون ما في نظام طيب عم بيقلك ما عم بيقلك عم بيقلك عم بيقلك ليش وقت فؤاد شيبكين في أنون القرار المركزي غير مشتت ولوستيل سلوم فيه رجال عم بيحب طيب عظيم نرجع للنظام الرئاسي يا رايت رئيس الجمهورية يا رايت وما بيهمني وما بيهمني طيفته أنا بتمنى يضل يضل لبنان بالجامعة العربية زو زو رأس مسيح أتمنى لأنه كتير حلوي للعروبة وغيابه كتير بيش على العروبة لأن العروبة ليست دينا ليست الإسلام فقط إن العروبة ما بعرف إذا خبروكش مرة الإعلاميين كانوا معنا كنا مرة بجناب كنت يسين جاب الرئيس الوفد وأنا ومحمد حجار معه بالآي بي يو الاتحاد البرلماني العالمي اعدين بيقوم دولة رئيس مجلس الأمة الكويتة مرزوق الغانم ياللي من من أشرف الشخصيات العربية عم يحكي كيف بدنا نصوت كلنا اجتماع للبرلمانات العربية على حدة بدنا نصوت بالبيان الختامي شي بتخص القضية الفلسطينية هو وعم يشرح بيقول تعبيرا القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين أول مرة تاني مرة تالت مرة ما أعد بهالوفد اللبناني أنا رفعت ايدي أول مرة بكون رايح لبرة بتطلع إذا نعم بيقل له ليسين جابر رئيس الوفد لازم يسأل رئيس الوفد بيقل له حدا من أعضاء الوفد بده يحكي ما بيعرفوني كانوا برم يسين قال هو اللي بيحكي باسمنا كتير يسين رائع بقف بقل له أنا مسيحي لبناني عربي ومأيد القضية الفلسطينية فيني أعرف ليش عم تستسنوني قال ما عم نستسنين بتطلهم بلا بس تقولوا العرب والمسلمين يعني يستسنيتوني أو بتقولوا العرب نقطة نطلع كلنا عرب أو بتكون تقولوا والمسلمين بتكون تقولوا والمسيحيين صاروا يزاقفوا كلهم العربين خصوصي الفلسطينية أم مرزوق الغانم ولا مرة عمل خطاب إلا ما صار يستعمل العرب المسلمين والمسيحيين تعبيرها بإيران بوافد أمريكا اللاتينية كلها مأيدي مأيدي القضية الفلسطينية سألوني بإيران شو رأيك في عندك ملاحظات بمؤتمر للأدس بتقولوا الملاحظتي إنكم التعابير الإسلامية عم بتقولوا للمسيحي ما تتعاطفيها لهالقضية عمل جلسي حيال هالموضوع وقتها رئيسة وزراء تشيلي كانت أهم من أي إيراني دفاعا عن الفلسطينية هني كمان بتعابيرهم مفروض ينتبهوا التعبير إله إيمي باللغة السياسية حتى بيقلك جوبنز كرر 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 بتصير الكذب حقيقة لذلك نحنا إيه هلا كمان نحنا كمان نحنا ما في سبب ذاتي كمان يا فهد نحنا مستقلين خيأ أنا مش مستقل عن كنيسة لإيامة هو مش مستقل عن جامع الأقصى المسلم أنا مستقل يا خيأ ليش مستقلين ما بعرف مستقلين كمان في شيء ذاتي في شيء ذاتي شو يعني يا خيأ المجتمع المجتمع الدولي يا خيأ ما بعرف ليش من هلا فيك تقلي ليش فيك تقلي بارح كاتب نائب المحررين كاتب ما قال إنه المسيحيين عم بيفلوا من الشارع عم بيفلوا ليش يا خيأ فيه صعاب وأبديش فل مش أحسن في شيء ما بعرف إذا عم بصيب أو مش عم بصيب بس هيدا رأيي طيب وهي دي مشاهداتي بتعرف أنا من وين مبلش طيب أنا ابن الجبهة لبنانية أنا مبلش من هوني فيه مقاربة أخرى إنه المجتمع الغربي يلي بيهتم يمكن بالقدس أو بال أو ببيت لحم بالكنيسة المهد كنيسة الأيامي بيقلك تعالوا لنذهب إلى السلام حتى بالقمة العربية بلبنان بالألفين وعشرين الملك عبد الله السلام في مقابل الأرض صح حتى السعودية اليوم على رأس العروبة تعمل إلى التفاوض السلمي مع إسرائيل يكون ضمن المبادرة العربية أو حق من حقوق الدولة الفلسطينية طيب إلا بالحجر والسلاح مش صحيح والمعركة من قوض من قوض المبادرة العربية من قوض إسرائيل من قوض حل الدولة يعني في من لا ينفذ في إيمان في إيمان 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 إنه نذهب إلى سلام ما مع إسرائيل أو هيد أو هيدا تبو وهو هاي خيانة أو هاي عمالة أو شو ما بدا سبت إنه ما بدا يا خي من قوض في فلسطينية تفاهمهن وياها خربتلهم بيتهم حولتهم لعملة وهن مش عملاء هن عم بيجربوا يعملوا شي طبعا لتروحات الملك عبد الله القمة العربية اللي كانت بزمن رئاسة إيمان لحود قال لي لشو كانت مهمة قوضوها ما في شغلة بالأخذ والعطى إلا ما قوضوها يعني إسرائيل هي التي لا تريد يعني قالت له يا فلسطيني ممنوع تكون إلا مقاوم ما بعرف شو فيه وراها لسه ما بعرف طيب يعني إسرائيل هي التي لا تريد صحيح السلام صحيح بينها وبين الفلسطينيين أكتر بسألك سؤال أنت علما أن أنا منكسر وين من غسطة بشرفك إذا بيتك بيتك بغسطة بيت جدك بغسطة وإنت بجوني بعاصمتك ولاقيت مفتاحه وحدا مين عك تطلع علي فيه ظلم أكبر من هالظلم يا عمي فلسطينيي الشتات صاروا أكتر من فلسطينيي الأرض لأ بدنا ننتبه فيها الخصومة عزيز مختلف فيها الصراع الطائفة يلي اسمه إسلامي مسيحي يهودي بدنا نبلش ننتبهله أنا مبارح مرة يهودية عجبتني بشكل شو احترمتها عم بسمعها كانت عم تحكي وعم بتفرق بين الصهيونية واليهود وأبناء أبناء التوراة شو بيقول التوراة في المسلمين ليش ليش طلع معه البابا فيني يا فادي وقت لقال وقت لقال العيش المشترك في لبنان رسالة مهمي ليش طلع معه ها بل لك ليش طلع معه ها فضل أنا لحق لك ليش ليش التكفير وداعش لقى لقى احتضان برات لبنان أكتر خمس مرات وعشر مرات من لبنان سببين والأول زيته طايفي السنية بلبنان انطلاعا من عيش العائلة اللبنانية كانت بالجيش ما كانت بال ما رأى شفت عرسال يلي العالم فكروا وكلها ولا قطعت الخمسة بالمية عرسال المدينة بس اللي لقيت سلاح وبيفجر حاله وهو بهاي مين انطلاعا من هون انطلاعا من هون أنا وقت كنت مرة مع دولة الرئيس بري بمصر رحنا زرنا الأزهر وبابا الأقباط تواضرس اديس بيسألوا دولة الرئيس بري انو شو بينعمل لنخلص من قصة داعش شو عم تعملوا متفاهم شيخ الأزهر يلي عظيم جدا وبابا الأكباط حزور عشو بيروحوا عالمدارس المختلطة ببولمن بساعة 40 مثلا 40 قص كبتة و 40 شيخ بيصفوا الطلاب بعمر العشر سنين و 12 و 13 بهالملعب بينزل الشيخ والخوري سوا وبيشرحولهم سوا بس يكبروا وبتعدش فكرة التكفير تركب ع راسهم وقال له ما بتتعالج هاي القصة إلا هيك ما بتتعالج بالقوة حتى فيجأ وقتا أنا طبايت بستله إيده بالرجعة قال لي ركاب معي دولة الرئيس بري قال لي لك بهنيك لأنك بستله إيده وهذا بتنبس إيده شو قال لي دوخوا يسألوا سؤال سياسي جاوبوا إيمانيا إنه فيه ولاد مغرر فيهم بدنا نحنا بدنا نحنا نوعيهم نحنا فائدين الوعي ما منعرف ما حدا بيعرف شو قضيته شو وين لازم يروع شو لازم يضحى شو طيب بس قبل ما أخلص الحل انطلاقا من لبنان الرسالة أوكي والانفتاح على الجميع لكن في عندك هذه الجغرافيا يجب أن تحافظ عليها أيهاي الجغرافيا اللبنانية آه مية بالمية يعني هذه هذه المنطقة مش لازم تكون هي أولوية الأولويات مية بالمية بغض النظر على القضايا الأخرى لأن نحنا نحنا اليوم الأضعف ولك شو عجبتني يومنا مبارح بتغريدتها يمرافو عليها يومنا بشير جمال طيب وكتار صاروا هاي ولازم ولازم ننتبه اتنين أنا عندي عتب عكل رفقاتنا بالعالم العربي وسلمين تمان هني مش عم بيساعدونا بدون يساعدونا بشو بدك يهوني يعني عندهم أقل أقل واحد مأهور مسيحي ارتكى بخطأ بيعتبروه مرتكى بجرم مفروض يقولوله طول بالك وحقك لأنه هاو الجماعة زادوها أنا وقتلين نزلت لعن دولة الرئيس برري بموضوع مغدوشي بموضوع مغدوشي ليش أنا ليش أنا حب اتعاطى معه بهاي الأمور كان فائد فائد وعيه خوتين عليهم للي عم بيقولوا شيعة شيعة وكسروا المزار بمغدوشي بدو ينعمل هيك بدو ينعمل هيك يعني المسؤول الشيعي بدو يقولو للشيعي إذا عم يعمل فاول كبير بدو يجمدو بدو يساعد طب هاو دي اللي أجو لهون عاوكر ويالي نزلو على الده ما قريتل لي تويت تبعه تويتين عملت ضدهم قلتلهم معقول جايين تتظاهروا لأنه حدا حرق لكم أولادكم بتقوموا بتحرقوا رزق غيركم مين بيحسبوا يعني مين بيحسبوا لازم مين بيعود على الناس لازم هلأ المعلومات اللي كتير قوية وبهنية وبهنية وبهن العميد خالد اللي فيها من أرجل ضباطنا خالد حمود لأنه على فزيع أنا برأيي يلحقه هذا الموضوع يلحقه ما بيجوز هاو دي ما يتعاقب بس بهيدي بهي العقلية لا تعالج بالأمن ايه ما اختلفنا طيب ما اختلفنا ما هايدا هو هايدا هو هاها أنا بدي أشرح للمسيحة غير الشرح الواقف ياللي عم نشرحه نحن يعني مثلا نبارع فيني أعرف لاش نص المسيحية ما اعتبرين جبران عم يعمل شغلي خاصة وهو عم يعمل شغلي كتير مهمة لأي بخي وصل خصمهم يقولوا والله هايدا هالمبادرة منيحة لازم يردوا علي الكل فيها شو هي المبادرة يخي مبادرة الوحدة في زمن في الزمن الصعب يعني مين ما كان بيقبلها لك سليمان الفرنجي بيكبر كان مستقبله مبارح مين كان بيقول انه يستطيع جبران بسيلا يقطح من المستحيلات اول تمبارح بمجلس الوزراء وبمجلس النواب ومبارح عند سليمان انت كنت بتتوقع هاي المستحيلات التلاتي تكون مع جبران طب نقول له لا نحنا عم نخترع التنقير علي ليش عملها عم نخترع التنقير على حسن نصر الله ليش مش عم يقصف ويني صواريخك بيقولوله اذا اصف ليش عم تخرب لبنان واذا ما اصف ويني صواريخك كل الحق على قول هلا كان عم تحط كل الحق على المعارضة ما هيك او انا عم بفهم لا لا عم بقول انه عم بقول اللي اللي عم بينقر علي بحط الحق علي مين مكان يكون بس ما جابت سير شو بها المعارضة ما بعرف لان هني اللي عم بينقروا على جبران بسيل اصدق اه انا ضد تنقيرهم اوكي وهذا ينقروا علي بكتير المواضيع علما انه الناس عم تنتقد حزب الله انه ما ما تحش على اسرائيل اكتر هني من الجماعة من البيئة ما بعرف ما هيك ما بعرف لا 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 بسالوني انا نسمعتها اشتلو ولاو يا زلمي ساعة بدكن يا يقصف ساعة بدكنش روقو بده رواء وخصوصي هالتواصل الاجتماعي خارب الدنيا فادي خارب الدنيا فادي بده بده عقل شو بيقول فرويد سيتموند فرويد العظيم بيقول كل جسد عنده رأس هزي حقيقة ولكن مش كل رأس في عقل هاي دي بده نقاش انا بده اشكرك بنعمل نقاش اخر النائب السابق انا راح لعقل وصالح ممنون وشاهدينا انتهت الحل اتابعونا في حلقات لاحق الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا